أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالمبادرات الحكومية المتعددة التي تقدمها الحكومة الموقرة من أجل ضمان كفاءة التعافي الاقتصادي واستدامة الاستقرار المالي لمملكة البحرين وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى وأكد الصالح أن استمرار الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وضع برامج وخطط لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذها في أطور زمنية محددة يسهم في قلق مزيد من الفرص الاستثمارية والإسراع في تحقيق التوازن المالي وترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع الحكومة الموقرة ممثلة في معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ونوها الصالح بالتوجيهات المستمرة من سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمصلحة الوطنية مشيدا بالعمل الوطني المشترك والسعي المخلص والدؤوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعلاء شأن المملكة وترسيخ ما وصلت إليه من تقدم ونماء في المجالات كافة وأكد معالي أن مجلس الشورى يساند ويدعم الخطوات الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية ونجاحات مشهودة في المجالات كافة